أمحمد من الإمارات تقول ما الذي أرشد بلال رضي الله عنه إلى صلاة ركعتين بعد الوضوء هل صلىهن أحد من قبله أختي أمحمد بارك الله فيك هو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبلال يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت الدفن عليك بين يدي في الجنة وفي رواية خشخشة عليك بين يدي في الجنة فقال يا رسول الله ما توضأت وضوان إلا وعقبت بركعتين وبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه إنما كان يصلي هاتين ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام سنهما فهو لم يأتي بهما من عند رأسه من عند نفسه لا وإنما حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه لما جاء وجلس يتوضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله لهما تقدم من ذنبه فبلال بن رباح إنما واضب على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى ولذلك سنة الوضوء هذه ليس من شؤها اجتهاد بلال بلال ما اجتهاد فيهان رضي الله عنه وإنما بلال واضب على ركعتين الوضوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام قال من صلى من توضأ نحو وضوء هذا وضوء فيه إسباغ كما وصفه عثمان ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله لهما تقدم من ذنبه بارك الله فيك يا محمد